صباح الخير طلاب أنا مدرسة اللغة الإنجليزية في ثانوية الأقصى الأهلية للبنين هذا الدرس للصف الأول المتوسط درسنا لهذا اليوم هو الوحدة السابعة تمرينات الإضافية هذه هي التمرينات الموجودة بعد لسنتين بعد الدرس العاشر هذه التمرينات اللي مثل ما نعرف هي موجودة في نهاية كل يونت تجمع لي بها جميع مواضيع الوحدة وبدرسنا لهذا اليوم رح تكون هي هذه آخر محاضرة إلنا خلال هذه السنة الدراسية آخر يعني محاضرة لمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط إن شاء الله يعني رح نختم منهجنا الآن افتحنا كتاب الكراس على صفحة 97 here on this page we have extra activities هنا عندنا هذه الاكسرا اكتيفتيز firstly we have exercise A أول شيء عندنا تمرين A تمرين أي شيء يقول لنا يقول لك take the correct words in these sentences يعني يقول لك خلي صح على الكلمات الصحيحة في هذه الجملة الآن اش سويت؟ ما خليت لكم صح لا حاوطت سويتها دويرة على الموضة الكلمات تكون لكم واضحة يعني حتى لصة الشخبطة على الكلمة انت تحب تخلي لها دويرة تحب تأشر عليها بصح عادي ما كوي اشكال زي نمبر وان طبعا هو اش منطيق هنا خلأ أقول لك بالبداية هنا أنا منطيق كلمات that have the same sound but different meanings يعني عندك أول شيء كلمات the same pronunciation يعني نفس الصوت نفس اللفظ بس معناه يختلف الثاني الزمن يختلف الثاني نفس الصوت هنا نفس الصوت أيضا وهنا زمن مختلف زيان خلي نجي بالبداية نمبر وان يقول لك we need some flower flower to make bread زيان انت من لا راح تستطيع تسمعها flower بflower اش راح تقول راح تقول زيان ثاني ناتها نفس الشي بس من تصفن على spelling على املاء الكلمة راح تشوف انه املاء هذه الكلمة يختلف عن املاء هذه الكلمة يعني نفس اللفظ لكن المعنى والكتابة تختلف هنا نفلاور مينز طحين هنا نفلاور مينز زهرة وردة زيان يقول لك we need some نحن نحتاج بعض الطحين لو الورد to make bread ليصنع الخبوز الخبوز جيستخدمون بالطحين لو الورد اكيد اللي هو that means الطحين زيان number two I see لو I saw see اللي هو past يعني هذة see اثنينة معناها يرى لكن هذي بالpresent بالمضارع والsaw بالماضي بالpast an accident last Tuesday تقول انا شفت لو انا ارا لو رأيت حادثة الثلاثة الفائت مادام عدنا last Tuesday اذا ادللنا هذي الجوم العشرون ادللنا على past على الماضي اذا اش راح نختار راح نختار so زيان نيجي number three يقول لك don't write or write words in this space تسمحت نيلة نفس الصوت لكن لكن الملاء والمعنى يختلف هذه هنا write تجي بمعنى صحيح او تجي بمعنى كلمة يمين وهذه write معنى يكتب بسيان خلنشوف بس هنا شو راح نعرف هي نختار اكيد حسب معنى الجملة تقول don't write لو don't هذه write words in this space كلمات في هذا الفراغ مبين اش راح نختار نختار write that means يكتب يعني تكتب كلمات بهذا الفراغ number four you need hours to robot زين انتش تحتاج ساعات لو مجاديف to robot حتى انو تجدف بالقارب اكيد اش نحتاج ال words زين number five ايقلك have you seen or see my friend هنا منطينا seen in past participle and see in present زين نشوف هناش عدنا عدنا الhave الhave لازم شون يجويها لازم يجويها past participle لازم يجويها تصريف ثالث للفعل اللي اللي هي scene اذا هناش رح نختار رح نختار scene فصير have you seen my friend هل انت رأيت صديقي زين نجي على exercise b تمرين بيقولك put these words in order to make sentences use the correct punctuation يقولك استخدم هذه الكلمات بالترتيب حتى تسوي جملة كاملة واستخدم التنقيط المناسب يعني تشوف اذا تحتاج فارزة نقطة capital letter question mark دخلين اياها number one اش منطق منطق there was on their road accident an ان احنا حسب هذي الكلمات نجمع هنسوي جملة صحيحة ونضيف عليها علامات التنقيط اش رح الصير هذي الجملة الصير حسب من رتب الصير there was an accident on the road اللي نسوي انه there نبديها capital letter باعتبار بداية الجملة وبنها اش ننهي ننهي وفل stop ننهي بنقطة كان هناك حالثة على الطريق number two holiday away go well on you اش رح حصير رح حصير will you go away on holiday هنا عدنا question فاش سوينا نهينا بquestion مارك ضفنا علامة استفهام والول ش سوينا بنينها بكاب letter بحرف كبير زيان نكمل number three in enjoyed boys park themselves they they لما نرتب ايش رح حصير رح حصير the boys enjoyed themselves in the park الاولاد متعوا نفسهم في المتنزه اللي سوينا هنا انه ضفنا بالنهاية full stop والذي بدينا بكاب the letter باعتبار بداية جملة ورتبنا الجملة حسب المعنى ايضا number four do car will start what won't if you if you they هناش منطيني منطيني الif اذا انا بسرع رح نعرف شو رح نرتب الجملة فرح اصير what will you do if the car won't start او تقدر تقول او تقول if the car won't start what will you do الاجابة صحيحة ونخلي بالنهاية question mark زي now we move to page 98 الروح صفحة 98 here we have exercise in this word 3 خلي بشجرة الكلمات انا شويتكم خليت لكم هنا بس شنو حالية العمبي معلومات حلوة فعلم احنا نستفاد اكثر number one يقولك the opposite of slow عكس كلمة slow شنو ف سريع number two زي يعني مثل حزورات اسئلة two tells you the time تخبرك بالوقت شنو اللي يقول لنا الوقت اللي هي الوات او نقدر نقول الاكلك الساعة زي يقولك three two is a pair زوجان زي four use them to robot تستخدمهم حتى تجدف بالقارب حنش نستخدم حتى نجدف بالقارب اللي هي شنية الورز زي number five يقولك you need a compass when you are يقولك انت تحتاج بوصل عندما شوكت قلنا من القطعة when you are lost لما نضيع number six you do this with your eyes انت يقولك يعني تسوي هذه العملية بعيونك اللي هي شنية look النظر زي seven young children do this when they hurt themselves يقولك الاطفال الصغار يفعلون هذا عندما يؤذون نفسهم يعني الاطفال لما يتأذون شي يسوون cry يقولون يبتون زي eight it carries a lot of people تحمل الكثير من الناس اللي هي شنية باص الباص نفسه شفتوا معلومات حلوة وشغلات حلوة يعني بسيطة مو فت شي صعب زين هنا ساعدنا exercise دي عدنا تمرين يقولك complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets أكمل هذه الجمل مع الشكل الصحيح للأفعال ما بين الأقواس منطق جمل وبين أقواس منطق أفعال قائل لك اكتبنا إياها بالشكل الصحيح حسب الزمن وحسب الموقع number 1 يقولك if لاحظ هناش قدنا if يقولك if the weather مادام بادي بالif the weather البش رح يكون present simple هنا شنو بالول فرح الصير if the weather is bad we stay لسيش رح الصير لازم بالول فصير we'll stay in and wash tv number 2 يقولك we not beyond time if we not leave now الif جاي في وسط الجملة اذن الاولى رح الصير بال future simple نستخدم بها will واللي بعد الif رح تكون بال present simple بال مضارع البسيط فرح الصير we won't be on time if we don't leave now 3 جاسم buy a new motor bike if he get the money الif جاي ايضا في وسط الجملة مادام جاي في وسط الجملة اذن الجملة اللي وياها جاي يعني اللي بعدها رح تكون بال present simple بال مضارع البسيط وقبل ها شنو بال future simple باستخدام الول فرح الصير جاسم will buy a new motor bike if he gets the money بس نضيف الاس باعتبار مضارع بسيط زيلا عدنا number 4 يقول if فادي بادي بال if يقول if فادي be late his teacher not be happy ال if اهن انا وين موجودة في بداية الجملة اذن نقول present simple والجزء الثاني رح يكون شنو بال future simple فرح الصير if فادي is late his teacher will not be happy او نقدر نقول won't be happy زيلا 5 if they play in the street they have an accident بادي بال if اذا الجزء الاول رح يكون بال present simple والجزء الثاني رح يكون بال future simple اذا رح الصير if they play in the street باعتبار عدنا الفاعل they منظيف الاشي ينزل مثل ما هو زين they have an accident they شنو لازم الجزء ثان بال future simple بال المستقبل بسيط باستخدام الولف رح الصير will have an accident زين نجي number six يقول لك their father take them for a swim if they want to go يعني الف موجودة موجودة في وسط الجملة اذا جزء او حكو بال future simple والجزء الثاني بال present simple بالمضارعة البسيط اذا رح الصير their father will take them for a swim if they want to go زين now we move to page 99 رح صفحة 99 here we have exercise energy تمereen اي تمereen اي منطيق قطع وعلى اساس منطيق السياع نشان قطع الخارجي الانسين passage اللي نأخذ بالابتحال الشهري زين يقولك read about an accident and answer the questions use short answers يقولك اقرأ القطع ثم اجيب عن الاسئلة باجابات قصيرة اش يقول لنه يقولك yesterday evening there was an accident on rashi street مساء البارحة كان هناك حادثة في شرع الرشيد four boys were playing with a ball on the pavement اربعة اولات كانوا يلعبون بكرة على الرصيف one of the boys kick the ball and it went into the road واحد من الاولاد شبي مثل من قول ضرب الكرة وين راحت راحت للشارع another boy ran after it ولد اخر شبي ركض خلف ها he didn't look where he was going بسرعة ركض وين الطب بدون ما يشوف انه وين راحت شنو شك وزيان suddenly a car came round the corner فجأة سيارة لحسن الحظ السائق كان يقود ببطل لكنه لم يستطع التوقف بالوقت يعني ما يقدر بسرعة يوقف سيارته السيارة ضربت الولد وأسقطته the man jumped out of the car and a crowd of people quickly arrived الراج يعني يقول قفز من سيارة طلع من السيارة and the crowd of people quickly arrived وبسرعة حشد من الناس وصلوا they picked the boy up بسرعة اخذوا الولد he was crying كان يبكي but fortunately he was not badly hurt لكن الحسن الحظ لم يتأذى كثيرا the driver was very worried السائق كان جدا قلق there was nothing I could do the he said لقد قال لم يكن باستطاعتي فعل شي he ran out in front of me لقد ركض امامي you are right said the woman قالت المرأة انت على حق I saw what happened it wasn't my fault said the man قلت قالت لان لان شفت اللي صار انت على حق فاش قال لها لم يكن خطأي no it wasn't said ومن قلت لك لا لم يكن خطأك you were driving carefully لقد كنت تقود بحذر زين نجي number one يقول when did the accident happen متى حدثت الحادثة yesterday evening البارحة مساء زين where were the boys playing اين كان الاولاد يلعبون on the pavement على الرصيب زين three how many boys were there كم عدد الاولاد تشانوا هناك four زين four where did the ball go وين رحت الطعبة into the road للشارع five did the boy look where he was going هل الولد رأي when هو كان رايح no he didn't زين six what hit the boy شنو اللي ضرب الولد a car سيارة ضربته زين seven was the driver careful or careless هل كان الساق حذر لو غير حذر يعني محمل careful زين eight how do you know كيف تعلم شو نترف انه هو حذر نقول because he was driving slowly لانه كان يقود ببطء زين nine how did the driver feel كيف شعر الساق word لنقاله he was word قلق ten was the boy really hurt هل تأذى الولد بشدة no he wasn't كلا لم يتأذى هو now we have reached the end of our lesson for today and the end of the whole unit of unit seven and the whole book of english for this year الان وصلنا الى نهاية درسنا لهذا اليوم الى نهاية اليوند والى نهاية منهج اللغة الانجليزية لهذه السنة اتمنى تكونون استفاديتوا من الدروس اللي بثيتها لكم وان شاء الله ما كان اكو اي قصور واذا كان عدكم اي شي مواضح باي درس رجاء فقط رسلوني اتمنى لكم الموفقية يا رب have a nice holiday اطل السعيدة باي باي